السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقرت الشريعة الإسلامية في كثير من نصوصها ظاهرة الاختلاف بل إن بعض النصوص دلت على أن الاختلاف هو أحد غايات عدة خلق الله الخلق لأجلها وصحيح أن كثيرا من آيات القرآن نصت على إباحة الاختلاف وترسيخه فهما وممارسة بين الناس لكن هذه النصوص جاءت في سياق الحض على الاجتماع والائتلاف هذا يقود إلى السؤال عن ما هي الاختلاف في الإسلام وأنواعه وضوابطه وكيف يمكن التوفيق بين وجوب الاجتماع وبين قاعدة الاختلاف رحمة التي وردت على ألسنة بعض التابعين ومن اختلاف المشروع ومتى يكون مذموما هذه الأسئلة تأتيكم في حلقة اليوم من برنامج مقاصد على الهواء مباشرة فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين للحديث في هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور أحمد سعيد حوى أستاذ الفقه وأصول والأصول وأصوله عفوا أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله أهلا وسهلا بداية كمدخل إلى الحلقة ماذا يقصد بالاختلاف ما هيته وطبيعته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أشكر لكم تحت هذه الفرصة للتواصل مع جمهوركم أهلا وسهلا ونحييهم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أخي الكريم أن الاختلاف طبيعة بشرية بل هي سنة إلهية في البشر وهي سنة ماضية إلى يوم الدين وربنا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين مع قوله وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الْنَاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس يجعل البشر كلها تسير في مسار واحد في فهم واحد بعقلية واحدة بدين واحد لكن هنا أخي ينتفي التكليف الحقيقي والاختبار الحقيقي فالله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بأدوات التكليف أو أساس التكليف وهو العقل أو مناطق التكليف كما يقول الأصليون وترك له مساحة واسعة من التفكير والتدبر والفهم والنظر وهذه العقول تتفاوت وبالتالي لا بد أن تتفاوت مخرجاته ومن هنا ينشأ هذا الاختلاف وترك الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يختار بعد أن بين له الطريقين فإما أن يختار طريق الجنة طريق الهداية وإما أن يختار ولياذ الله طريق النار طريق الضلال وما بين الطريقين أيضا هناك مساحات أخرى تتفاوت العقول فيها بالنسبة لنا من منطلق شرعي أو وجهة النظر الشرعي أن هناك مساحة تركت للعقل البشري ليجتهد فيها هناك مساحة أولقت أمام الاجتهاد البشري يعني مثلا لو قلنا باختصار قضايا الغيب ماذا يستطيع العقل أن يدرك منها لكن هذه يرغم فيما يتعلق دكتور في ميادين وساحات الاختلاف قبل أن نصل إلى هذه النقطة نريد أن نحرر معك المصطلح أكثر ثمت من يدقق في المصطلحات ويقول هل ثمت أو يسأل هل ثمت تفارق بين الاختلاف وبين الخلاف مثلا يعني يقال هذا يقال أحيانا في معرض الجدال أنه هذا خلاف لاختلاف كأنه أريد أن يقول طبعا حيث اللغة أصلا معنى واحد مجرد ما اختلفت الأفكار أو تعددت الأراء سيقال هذا اختلاف وأظن من حيث اللغة ليس هناك فارق كبير لكن أحيانا تكرار استخدام المصطلح قد يجعل له دلالة معينة يعني مثلا بعضهم يرى أنه كلمة الاختلاف تقال أو تستخدم حيث ساغى الاختلاف أو أن هناك مبررات لهذا الاختلاف لكن إذا لم يكن هناك مسوغات مقبولة شرعا لمثل هذا الاختلاف يقولون هذا خلاف وكأنه أراد بذلك أنه بعد كثيرا وبالتالي ليس في دارة الاختلاف المقبول لذلك ربما يأتي معنا بعد قليل في التفصيل أنه ما هي المساحات أو ما هي الحدود التي يمكن أن يقبل فيها الاختلاف وأنا أقول ابتداء حيث كان اجتهاد سيكون اختلاف لكن هل بالضرورة أن يكون كل اختلاف فرقة؟ هذه قضية هامة وخطيرة وأنا الحقيقة في بالي وبالذات طبيعة البرنامج يتكلم عن المقاصد أنا أرى منه من أخطر وأهم المقاصد في أيامنا هذه أنه ننظر إلى جانبين هامين في الحياة الفكرية في الإسلام الجانب الأول أنه الإسلام أعطى لهذا العقل حرية للنظر والتفكير والتدبر وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى نتائج متفاوتة أو مختلفة بقدر تفاوت هذه العقول وإمكانات وأنا أضرب مثلا لطلابي دائما أنه حتى في الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا تنزل هذا التشريع وعايشوا حياته وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نجد اختلاف الطرائق في الفهم والتعامل مع النصوص وأبرز مثال أضربه عمر وابن عمر رضي الله عنهما وأستطيع أن أقول إن ابن عمر كان سلفية الصحابة يعني كان رجلا ظاهريا عمر رضي الله عنه عرف باجتهاداته لدرجة أنه اتهم لأنه خالف النصوص طبعا لسنا مع هذا الاتهام كما في قضية سواد العراق لكن بعضهم يقول إن عمر خالف النص في 120 موضعا وحاشا إنما هي اجتهادات مقاصدية عمر صاحب رأي وصاحب مسؤولية ابن عمر لم يكن صاحب هذه المسؤولية عمر كان يرى نفسه مسؤولا عن بغلة عثرت في شط العراق أو شط الفراد لو أن بغلة عثرت في شط الفراد لسئلت عنها فما بالك باهتمامه وهمه عن أمة الإسلام والمسلمين ابن عمر رجل ورع تقي زاهد عابد ما كان يحمل هذا الهم أو هذا التفكير أو ما يرى أنه بحاجة لتلك الاجتهادات لدرجة أنه كان الناس حتى في تلك الأيام يبدو قضية تعداد السؤال يذهبون إلى الشيخ فلان الشيخ هذا موجود من أيام الصحابة رضي الله عنهم يأتيه السائل فيسأله فيجيب فيقول له لكن عمر قال كذا فيقول أشوف العبارة أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال عمر طيب من هذا الذي يعترض على اجتهاد عمر وهل عمر رضي الله عنه ترك قول الله وقول رسول الله حاشا إنما القضية أن أبن عمر كان يسعه أن يقف عند ظواهر النصوص لأنه اجتهاد لنفسه ويعمل لنفسه لكن عمر رضي الله عنه الذي يعمل للأمة ويفكر للأمة وأقام دولة ونازم أن عمر رضي الله عنه هو أول من أسس دولة عصرية في زمانه فهنا بإنشاء الدواوين وهذه التفصيلات وهذه الترتيبات فكان لابد أن تكون هناك اجتهادات أوسع ولا تكتفي بالوقوف عند ظواهر النص فإذا كان مثل هذه الاختلافات أخي الكريم موجودات حتى من أيام الصحابة رضي الله عنهم فلا ضير أن يوجد مثل هذا الاختلاف بعد ذلك لكن لابد من ضوابط فالقضية الخطيرة الأولى التي أنبه إليها أنه باب الاجتهاد في الأمة متاح ومفتوح ولسنا مع من يقول أن باب الاجتهاد قد أغلق بعد القرن الثالث أو الرابع أو غير لكن باب الاجتهاد مفتوح بضوابط هذه قضية القضية الخطيرة الثانية التي ينبغي الانتباه إليها أنه مع قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لكن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بوحدة الكلمة الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الفرقة هنا يأتي التحدي كيف نوفق بين قولنا باب الاجتهاد مفتوح وإذا قلنا اجتهاد معنى ذلك الاختلاف متوقع وبين قولنا يجب أن تكون الأمة في موقف واحد أو على كلمة واحدة هذه القضية الخطيرة التي تحتاج إلى توضيح فهل سنوضحها دكتور ولكن قبل ذلك هل الاختلاف في كل شيء أم أن هناك ساحات وميادين وحقول محددة يستساغوا أو يقبضوا الاختلاف فيها إسلاميا يعني بالتجربة نستطيع أن نقول أو نحدد صارت واضحة الأمور أن ما هي الدوائر أو المساحات التي يمكن أن يتصور فيها حصول الاختلاف ما هي الدوائر والمساحات التي لا يتصور فيها الاختلاف أنا ضرب مثال قبل قليل قضايا الغيب الغيب الموجود الآن أو الغيب الذي سيكون في المستقبل هذا لا يمكن لنا لا يمكن للعقل البشر مهما أوتي أن يصل إليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يطلب من يشاء من عباده طبعا مقصود بالدراجة الأولى الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام بما يوحى إليه ثم بما نقلوا لأممهم والرسل عليه الصلاة والسلام نقلوا لأممهم أشياء غيبية في حينها ونقلوا أيضا أشياء غيبية مستقبلية هذا المعروف عندنا في باب النبوآت لذلك نؤكد أنه في هذا الباب يجب أن يكون النص قد وصلنا بطريق صحيح هذه القضايا لما جاء للعقل فيها تعال في قضايا التشريع أو التكليف في أن دائرة العقائد جملة هامش الخلاف فيها ضيق وضيق جدا ربما يقال الآن أن هناك جزئيات في العقيدة تحتمل يعني من المسائل على سبيل المثال التي لازل الخلاف فيها مستمرة قضية الآيات المتشابهة أو المسائل التي تدخل في باب التأويل وعدم التأويل في المصوص هذه قضية محل اجتهاد ومرد الخلاف أن الآية نفسها كيف تقرأ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات المحكمات والآيات المتشابهات قال فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والمراد هنا ابتغاء صرفه عما أريد به قال وما يعلم تأويله إلا الله قراءة الجمهور بالوقف هنا طيب وبعديا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به فإذا هو التسليم لكن في قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذن الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه طيب إذا كان على هذا الفهم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه والمتشابه بحسب تقسيمات الأصوليين كما يعرف عند الدارسين هو أشد النصوص خفاءا طيب إذا كان هذا الراسخ في العلم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول وأنا من الراسخين في العلم وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالتأويل اللهم علمه التأويل طيب إذا كان الراسخ في العلم يعلم المتشابه وهو أشد النصوص خفاء فمن باب أولى أنه يعلم ما عداه لكن هذه القضية نفسها يمحل خلاف دعنا الآن من قضية المتشابهات لننتقل إلى مسائل أخرى خارج دائرة العقيدة في دائرة الفقه العملي عندنا أخي الكريم قضايا أصبحت مسلمات في الأمة وهي التي يعبر عنها الفقهاء المعلومات من الدين بالضرورة لا يجوز لأحد أن يشتهد في فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة وصول الدين لا يجوز لأحد أن يشتهد في عدد الصلوات في اليوم لا يجوز لأحد أن يشتهد في تغيير شهر الصيام قولوا الله أخي فصل صيف فصل شتاء فصل ربيع فصل نهار طويل ليس لأحد أن يشتهد في هذا هذه قضايا قطعية هذه معلومات من الدين بالضرورة لا يجوز لأحد أن يشتهد في تغيير قضية أنه حرمة السرقة وحرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة الخمر هذه كلها أصبحت مسلمات تسمى عند الفقهاء معلومات من الدين بالضرورة لا مجال للإجتهاد فيها لكن لو دخلنا في جزئيات متصلة بهذه القضايا سنجد أنه هي فحناً محل الاجتهاد وواقع الحال أن الفقهاء اختلفوا في كثير من جزئيات الصلاة في كثير من جزئيات الطهارة في كثير من جزئيات المعاملات لكن تجد أصولها ليست محل خلاف يعني لو قلنا أصول المعاملات ابن تيمي رحمه الله والابن القيم كلام شبيه بهذا يرداني أصول المعاملات الممنوعة في الشريعة إلى كلمتين الربا والغرر يقول كل ما حرم في الشريعة يرجع إلى هذين البابين الربا وفعلا الربا هو عنوان الظلم من النظرة الإسلامية والغرر لا شك أنه سبب للخصومة والمنازعة والإسلام لا يريد أن يقع الناس في الخصومة والمنازعة التي ستؤدي إلى ضياع وهذا مقصد من المقصد هذه أصول لا يختلف عليها ليس لأحد أن يشتهد في حرمة الربا لكن ربما يشتهد في حيثيات أو جزئيات هل فيها ربا أم ليس فيها ربا هنا السؤال دكتور يعني ما الضابط الذي يجعل الاختلاف مقبولا أو مرفوضا في الشريعة يعني نحن ممكن نلخصها كالتالي وفي القضايا القطعية التي أجمعت الأمة على أنها قطعية هذه لا مجال للإجتهاد فيها فمثلا نقول حرمة الربا قطعية إذا ما في مجال للإجتهاد لكن علة الربا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف رباوية هذه الأصناف الستة التي ذكرت في النصوص أيضا لا خلاف ولا مجال للإجتهاد في أنها أموال أو أصناف رباوية لكن أصناف أخرى يمكن أن تقاس عليها أولا هل تقاس أو لا تقاس الظاهرية ليس عندهم قياس وبالتالي ما عندهم مال ربوي إلا ما ذكر في النص لكن في دائرة المذاهب القياس أصل معتمد ومعمول به قالوا لابد من قياس أصناف أخرى على هذه الأصناف التي ربما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثلة لأعيان أو أشياء كانت موجودة معروفة عند الناس وبالإمكان أن يقاس عليها إذا عرفت العلة لكن وجدنا أن الخلاف حصل بين الفقهاء بين المذاهب أنفسها الخلاف حصل في علة تحريم الربح هل العلة القدر التقدير يعني بالكيلة وبالوزن هل العلة الطعم في المطعومات هل العلة الثمانية في الثمانيات أم أن هناك علة الأخرى فوجدنا مثلا أبو حنيفة رحمه الله جاء بعلة جامعة اعتبر أنه كونها مقدرات بالكيلة أو بالوزن هو العلة وبالتالي أنا أرى أن القياس على العلة التي اعتمدها أبو حنيفة يتسع لأمور كثيرة ممدودة في زماننا ربما لا تدخلها المذاهب الأخرى يمسع دارة الاختناء النفط الآن يعني أنا أظن أنه دمار الاقتصاد والخلل الاقتصادي الكبير في العالم الآن يحصل من عقود النفط هذه طيب هل النفط مال ربوي أم ليس ربويين إذا قلت ربوي طبعا ستجد أنه لابد من وضع قيود في تجارة النفط كما تجري الآن الآن عقود كثيرة تتم على صفقة في باطن الأرض لم تستخرج بعد طبعا أنا ممكن أجيز الصفقة الأولى على أنه بيع سلم طيب الصفقات الأخرى ماذا تكون هذا دخلنا في دائرة مقامرات مركبة وهذا الذي يؤدي إلى هذا الخلل الكبير والتذبذب في الأسعار ويؤدي إلى انهيارات أحيانا مدمرة الاقتصاديات بعض الدول قبل سنوات كنا نسمع يقال النمور الآسيوية دمرت هذه النمور أو دمر اقتصادها بين عشية وضحاها بسبب عبث بعض العابثين من يهود أصحاب روس أموال في قضية الأسهم والبورصات نعم وهذا باب آخر للمقامرة لو أدخلناه في مقايز الشرع نرى أنه لا مد له من قيود وقيود كثيرة يعني هنا معذرة التركيين متى يكون الاختلاف مرفوضا مذموما في الشرع أيوة إذا جاء في القطعيات يعني أمور التي ثبتت بنصوص قطعية للثبوت قطعية الدلالة يعني النص نفسه لا يحتمل الاجتهاد والتأويل هذا لا يقبل الاجتهاد يجي إنسان يجتهد في حرمة الخمر يجي يقول لك الآن الخمور السياحة وما السياحة والسياحة تقولوا لا أخي هذه قضية ليست محل الاجتهاد عندنا حرمة الربا يقول لك الاقتصاد العالمي تطور وتغير ولابد من الربا وفوائد يعني بطريقة غربية فوائد محرمة فوائد مباحة قال يعني الذي يحرم عندهم في زعمهم فقط الفوائد الفاحشة هذا كلام ليس محل الاجتهاد عندنا قطعا لكن لو بنيت على كلامك دكتور الفاضل مثلا لو جاء الاختلاف في الجزئيات والتفاصيل لكن كان معلوما أو متوقعا أن يترتب على هذا الاختلاف مفاسدة أكبر مثل وقوع البغضاء ووقوع المنكر بين المسلمين هل هنا يكره الخلاف أيضا؟ على هذه القضية تدرس كل مسألة على حدة لكن الفقيه ابتداءا يعني لا بد أن يشتغل في المسألة في الإطار العام أو ما يسمى عند الأصوليين وحتى علماء المقاصد ذكروا هذا الشاطب ربما كان يعني لخص جهود الآخرين وسبقهم في الموافقات يعني في إعادة صياغة علم الأصول يعني أدخل علم الأصول مع علم المقاصد وذكر أنه الاجتهاد العادي يسميه أو الاجتهاد المرحلة الأولى تحقيق المناطع العام أنه أنت تدرس أو الفقيه يدرس المسألة من الناحية النظرية ويعطي الحكم المجرد ابتداءا لكن يرى الشاطبي وآخرون طبعا مما يشتغلوا في علم المقاصد أن هناك اجتهادا من نوع آخر هو أخطر من الأول وأهم من الأول وهذا الاجتهاد كان موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن ربما لم تقعد قواعده إلا في مرحلة متأخرة وظهر حتى في اجتهاد الراشدين رضي الله عنهم مثل ماذا؟ اللي هي قضية إعادة النظر في الاجتهاد بالنظر إلى الواقع والتطبيق يعني مثلا عمر اللي يرضى أنه كثير من المسائل التي نقلت عنه هي من هذا الباب من باب النظر في المآلات نتائج التطبيق يعني هو مثلا قضية الزواج بالكتابية هل يحرمها الإسلام؟ لا يحرمها والنص في ذلك اليوم أحل لكم الطيباء وطعام الذين أوتوا الكتابة أحلوا لكم وطعامكم أحل لهم والمحصنات من أصل القرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فالله سبحانه وتعالى أجاز الزواج بالكتابية طيب ليش عمر اللي يرضى عنه منع المجاهدين وقواد الجيش من الزواج بالكتابيات هل عمر الخالف النص الشرعي؟ وله نظر إلى هذا المعنى أنه هناك مفسدة ستترتب على هذا الأمر وبالتالي هو منع منع مصلحي أو سدا للذريعة وهذا هو الفقر المقاصد يا أخي الكريم أنه لا يريد أن يحرم شيئا أحله الله لكن قدر أنه في مرحلة المراحل وعبر عن هذا قال أخشى الفتنة على بنات المسلمين إذا كان هؤلاء المجاهدين ذهبوا إلى تلك البلاد فتزوجوا الكتابيات إذن ستبقى بنات المسلمين بدون زواج وربما كان ينظر إلى ملحظ آخر أنه الزواج بالذات زواج المجاهد أخطر منه زواج القائد من كتابية سيكون بوابة لمسايرة أولئك القوم سيكون بوابة ربما لاختراق ريادات المسلمين وبالتالي كشف أسرارهم وعوراتهم فعمر كان ينظر له نظر بعيد هذا الذي يسمى النظر في المآلات فيعيد تكييف الحكم في ضوء المآل المتوقع وحتى في ذلك فضيلة الدكتور كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن منفردا بالاجتهاد وإنما كان نابعا من شورى استشار كثيرا من الصحابة هو في قناعة في نفسي كان مبتنعا بهذا لكن خذ مثلا قضية الخراج في أراضي سواد العراق يعني لما جادله بلال رضي الله عنه بلال وآخرون عرض الأمر على شيوخ المهادرين والأنصار فوافقه معظمهم لكن بقي بله لا الله يرضى عنه مصر متمسكا بلال يتمسك بظاهر الآية لكن عمر يرى أن النص عام النص العام يحتمل التخصيص عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم لطلاق مختلفة مرة وزع للجميع مرة أعطى الفقراء اللي هن المهاجرين ولم يعطي الأنصار مرة لم يعطي أحد وإنما وجهها في مصالح معينة ففاهم عمر رضي الله عنه أن للإمام أن يشتهد في الغنائم بحسب تقديره للمصلح ما تفضلت به دكتور يقودون إلى السؤال عن ما ورد على ألسنة بعض التابعين عندما قالوا كان اختلاف الصحابة رحمة كيف تفهم هذه الرحمة ما هي تجلياتها على الأرض قبل أن أذهب إلى الفاصل يعني هو القضية أنه لما أنت تقول هذه مسألة اجتهادية يعني ليست من القطيات وبالتالي في مجال الاجتهاد فيها من أهل الاجتهاد وبشروط وضوابط الاجتهاد التي عرفها الفقهاء سيتوقع أنه سيكون اختلاف هذا الاختلاف أخي الكريم سيعطي فسحة للناس أو رخصة للناس في بعض المسائل إذاك نقل مثلا عن سفيان الثوري أنه كان يقول العلم رخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل الناس وهذا واقع للأسف يعني يأتي السائل فيسأل ترى كثير من طلاب العلم يسارع حرام حرام لا يجوز لا يجوز طيب هو يسأل لأنه حريص على معرفة حكم الشراء طيب إن كنا نجد له رخصة لماذا لا نرشده إلى الرخصة لكن قال العلم رخصة من ثقة نحن نشأنا أخي الكريم في مرحلة يعني زملائنا وجيلنا وطلاب العلم كان الشيخ البارز في اجتهاداته التي يتهم فيها الشيخ مصطفى الزرق رحمه الله أنا أزعب أنه كان سابقا لعصره بأشرين سنة كثير من العلماء يقولون هذا وكثير من المسائل التي قال بها الشيخ مصطفى في حينه واعترض عليه رجعوا إليها وعملوا بها من التأمين وانت ماشي طبعا التأمين للتعاوني فأقصد أخي الكريم أنه عندما يمتد العالم الفاهم أو العارف بعصره العارف بحوائد الناس وواقع الناس ويخشى الله ولا يتهم في دينه يمكن أن يجد للناس رخص ومخارج ومن هنا تكون الرحمة العلم رخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل الناس يعني إذا بدأت حرام كل الناس سيقولون حرام لكن أنا أبحث عن العالم العارف المبصر الذي يدرك الواقع ويستطيع أن يعطيني مخرج شرعي صحيح بمثل هذا المخارج تكون الرحمة للناس نعم ثم تمن يقول بأن الاختلاف هو غاية من الغيات التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها نريد أن نسأل عن هذا ولكن بعد العودة من الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن الاختلاف المشروعي منه والمذموم ودائما الحديث مع دكتور أحمد سعيد حوى أستاذ الفقه وأصوله دكتور يعني يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ثم تمن يقول بأن الاختلاف هنا غاية من غايات الوجود من غايات الخلق يعني كيف يمكن فهم ذلك تأصليا بعبارة مجازة يعني هو بالنظر إلى من قاصد التكليف الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليبتليهم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملان الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس على دين واحد وفهم واحد وانتهى ما عد في معنى للتكليف ما عد في معنى للابتلاء ما عد في معنى الاختبار ما عد في معنى للتفاوت والتفاضل وروقي الناس في الدرجات لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان هذه الآل العقل وهذا العقل يتفاوت الناس فيهم تفاوت الناس في فهمهم يتفاوت في اجتهاداتهم فينشى مثل هذا التفاوت أو هذا الاختلاف وقد ينتهي هذا الاختلاف والعياذ بالله إلى الضلال لكن ليس لأن الله سبحانه وتعالى أجبره على طريق الضلال الله سبحانه وتعالى قادر أن لا يذهب أحد إلى النار لكنه أعطى هذا الإنسان أدوات الاختيار وآلة التفكير وآلة الفهم وأرشده إلى الطريقين والإنسان يختار وطالما أنه اختار بإرادته فعليه أن يتحمل نتيجة اختياره هذا هو المقصود وليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختلف الناس أو أن يبتعد الناس عن الحق لا هذا هو المقصود أنه حتى يتحقق معنى التكليف الذي يقوم على الابتلاء والاختبار كان هذا التفاوت بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أذن أن يكون لأنه سبحانه وتعالى إذا لم يشاء قال وما يشاءنا إلا يشاء الله هذا مبحث دقيق وخطير أنه كيف يقول بعضهم يزعم أنه ربنا هو الذي أضل لهم فكان الجواب طبعا في كتاب الله قول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أنت طلعت في الغيب أنت نظرت في الكتاب المكنون وعلمت أن فلان كتب له أنه من أهل النار أو علمت أن فلان كتب له أنه من أهل الجنة أنت عليك أن تسعى وهذا الطريق واضح وأنا أضرب مثال يعلم أن إنسانا خرج من بيته إلى اليمين طريق يصله إلى المسجد وإلى الإسار طريق يصله ولا يذب لا إلى خمارة هل أجبره أحد أن يذهب هنا أو هنا أم أنه هو الذي اختار هو الذي اختار وكان قادرا أن يذهب هنا وكان قادرا أن يذهب هنا الله سبحانه وتعالى قادر كان ولا يزال قادرا أن يمنعه من الذهب إلى الخمارة لكن الله سبحانه وتعالى تركه ليتحمل هو سؤولية اختياره هذا باختصاره لكن في سياق الحديث عن الاختلاف دكتور أحمد يعني الملاحظة من آيات الله سبحانه وتعالى أن جل الآيات إن لم تكن جميعها تقريبا التي قررت الاختلاف ويعني سمحت به لكنها دائما كانت تأتي في سياق الدعوة إلى الاختلاف والاجتماع في هذا ما يبدو تعارضا ظاهريا لدى البعض ثمت شيء فلسفة غير مقرؤة غير ملموحة لدى العامة ثمت قراءة خفية كيف يمكن توضيح هذا تأصليا لا احنا قلنا قبل قليل أخي الكريم التكليف أصل التكليف لابد أن يكون فيه هذا التخيير أن يختار الإنسان الطريق الذي يريد وبالتالي يحاسب على نتيجة اختياره لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى رحيمه بعباده يريد لكل عبادة أن يهتدوا يريد لكل عبادة أن يسيروا في طريق الذي يوصل إلى الجنة ولذلك أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام ليقيموا الحجة ليوصلوا الرسالة الربانية ليذكروا الناس التذكير المستمر وربما الأنبياء والرسل تعبوا في هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما نجد أن الله سبحانه وتعالى يصفه في أكثر من آية فلا تذهب نفسك عليهم حسرا إذن هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على هؤلاء الناس الذين بعدوا عن الطريق الآية الأخرى لما يقول له ربنا فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تخيل حال النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يتقطعونها ألما لهؤلاء الناس الذين لا يستجبون فالله سبحانه وتعالى خير الإنسان ليتم الابتلاء والاختبار لكنه أيضا أرسل الرسل ليعودوا بهؤلاء الناس إلى طريق الهداية هذا إذا تكلمنا عن الاختلاف الأكبر اختلاف الدين ضمن الأمة الواحدة ضمن أبداء الدين الواحد سيكون هذا الاختلاف لكن قلنا هذا الاختلاف المأذون به هو الاختلاف القضاء الاجتهادية لكن حتى هذا أخي الكريم أنا أقيده في ضوء فهمي للنصوص الأخرى التي تأمر باجتماع الكلمة أفرق بين نوعين من المسائل والقضايا في أنها ما نسميه المسائل اليومية وهي محط خلاف قديم تليل ليس يعني بدعا من القول اختلف الصحابة على ظانهم في مسائل في الصلاة في مسائل في المعاملات في مسائل في الميراث واختلف الفقهاء تبعا لذلك في مسائل كثيرة من هذه الأبواب أنا ما أرى أنه في مشكلة أن يختلف الفقهاء يعني في سنن الصلاة في نواقد الوضوء في سنن في أولويات في كذا في بعض تفاصيل المعاملات هل تجوز أو لا تجوز كيف تجوز حتى في مسائل الأسرة والطلاق هذا طلاق واقع أو غير واقع هناك قدر من الاجتهاد سائق والفقيه المجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد معذور فيما أداه إليه اجتهاده لكن عندما نأتي إلى قضايا عامة قضايا خطيرة قضايا تمثل الأمة قضايا تمثل عامة كما نستخدم هذا المصطلح أو قضايا الشأن العام هذه لا يجوز أن يكون فيها تعدد رأيه طبعا قد يقول قال من أين أتيت بهاما وقبل قليل كنا نقول باب الاجتهاد مفتوح نعم باب الاجتهاد مفتوح لكن هنا أتينا إلى نوع آخر من القضايا ستؤدي إلى تفريق الصف هذا نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل لكن في الجزء الأخير من الحلقة قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور أريد أن نسألك عن كيف تأثرت على مدى على مدى التاريخ الإسلامي كله كيف تأثرت حركة علوم الشريعة والحركة الحضارية الإسلامية بظاهرة الاختلاف بين المسلمين هو لا شك أنه عندما فتح باب الاجتهاد في مسائل ما دون القطيات هذا سيؤدي إلى تعدد الأقوال سيؤدي بعد ذلك إلى المحاججة والنقاش بين أهل العلم من أين قلت بهذا ومن أين قلت بهذا هذا لا شك أخي الكريم أثر الحركة الفقية وربما فقيه ما قال بقوله ثم رجع عنه عندما اطلع على حجة فقيا آخر أو قوله ودليله أو فهمه للنص وقد يكون اثنين أحيانا يرجعان إلى نص ذاته لكن طريقة فهم النص والتعامل مع النص أو وجود نص آخر يخصصه أو يقيده أو ربما ينسخه لم يطلع عليها الفقية الآخر لا شك أنه هذا ولد في الأمة أخي الكريم حركة فقية وفكرية كبيرة إذا اكترى الآن طريقة التأليف في الكتب الفقية تبدأ البداية بالمتون أو الكتب المختصرة ثم تأتي الشروح ثم تأتي الحواشي ثم تعود في دورة أخرى مختصرات ثم تجد بعد ذلك كتب عملت مقارنات كل هذا لا شك أنه أضعف للحركة الفقية والفكرية عموما وأثر المكتب الإسلامي وولد الحقيقة يعني عقليات فقية عجيبة عبر التاريخ الإسلامي كلها نشأت يعني مبدأ أمرها أنه تعدد الأقوال في المسائل ومبدأ الأمر أنه الإسلام أذنى بمثل هذا النوع من الاختلاف لكن ثم تمن يقول بأن هذا الاختلاف والمبالغة فيه باحترام الاختلاف أدى إلى تشققات عمودية إن صح التعبير ونشوء فرق مخالفة للنهج الأمة سنبحث في هذا الأمر ولكن بعد العودة من الفاصل لو سمحت لي فاصل أخير ولنا بعده عودة لاستكمال الحلقة اشتركوا في القناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم التي تدور حول الاختلاف المشروعي منه والمذموم دكتور قبل الفاصل كنت تتحدث عن أن الاختلاف كظاهرة قبلة بها الإسلام أنتج حركة علمية فقهية غنية في التاريخ الإسلامي لكن ثمت من يقول أن هذا المبالغة في احترام الاختلاف أتاح المجال لظهور فرق وبدع في الدين حتى صار تشقق عمودي في الأمة هناك ظهرت فرق المعتزلة والشيعة الإمامية فاستفرقت الأمة إلى مذاهب وفرق وهذا بسبب إتاحة الفرصة المبالغة فيها بالاختلاف يعني أخي قد يكون مع قولنا بأن أصل الاختلاف مشروع أو سائق في قضايا الظنيات أو قضايا اجتهادية لكن لا يمنع أنه كانت هناك ممارسات خاطئة أو ممارسات خطأ مرفوضة من أساسها يعني إذا أتينا إلى الفرق فنحن نتكلم عن فرق خالفت في أصول الدين لم يعود الخلاف محصورا في قضايا اجتهادية أو في دارة الظنيات لا هنا صار التجاوز في قضايا القطعيات أخي الكريم ذلك إحنا لما نقسم دواء الخلاف نقول الخلاف الأكبر اختلاف الأديان وهذا لا يقبل منه إلا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام إذا نزلنا إلى رتبة ثانية تختناف الفرق الفرق أخي الكريم قد يصل بعضها إلى الكفر فيرقى إلى النوع الأول قد يبقى بعضها في دائرة نسمية دائرة الضلال هذا دائرة الضلال لأنه خالف أصول قطعية من الدين لكن معذرة دكتور يعني الخلاف مثلا سواء كان عند المعتزلة أو عند الشيعة الإمامية قبل أن تتحول في القرن الثالث أو الرابع على أقوال بعض المؤرخين إلى مذهب مستقل أو طريق آخر بدأ الخلاف فقهيا يعني بمعنى أن المعتزلة هم اعترضوا على علي بقضية التحكيم من منظور فقهي وليس من منظور عقدي يعني القضايا الفقهية أمرها يسير لكن الحقيقة لم تقف القضية عند مسائل فقهية بل تعددها ومع ذلك نحن نقول أنه الفرق عامة الفرق خلافها أدى إلى الضلال من الفرق من وصل به الأمر إلى الكفر ولياذه من الله من الفرق من كان الخلاف عنده يسير بقي في دائرة الفقهية يعني مثلا من دوائر الشيعة نحن نقول دائرة الشيعة الزيدية طبعا قبل أن يتبنوا المذهب الحوثي السياسي أو قبل أن يكون هذا التوظيف السياسي للأسف للبعد الطائفي كنا نقول علماؤنا إلى عهد قريب يقولون الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة ويقولون أن الخلافات بيننا وبينهم يعني في معظمها هي خلافات من النوع الفقهي الذي يحتمل أو يسوق الخلاف فيه نعم قد لا نكون معهم في بعض المسائل لكن لا تصل إلى أو لا ترقى إلى أن نضع هؤلاء في دائرة الضلال اللي جد الآن جد شيء آخر توظيف سياسي لهذا الخلاف هذه مسألة ثانية فإذا أن أخي الكريم القضية أنه لم يقف الأمر عند دائرة الخلاف في الدائرة التي يسوق الخلاف فيها نقطة ثانية أحب أن ننبه إليها أنه مع قولنا بأنه باب الاجتهاد مفتوح أنا نبهت واتمنى أنه يفرض لهذا الموضوع حديث أنه أخي في قضايا الشأن العام لا يجوز اختلاف فيها والتالي لا بد أن نحدد المرجعية التي يرجع إليها لتقريب الصورة أقول الخليفة نفسه أخي الكريم مع أنه يفترض أنه هذا الخليفة هو أكبر منصب في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع خليفة المسلمين أو ولي أمر المسلمين أو الإمام العام هل يستطيع أن يستبد برأيه في القضايا الكبرى في الأمة أم أنه ملزم بالشورى صحيح أنه المسألة خلافية لكن المحققون في الأمة يرون أن الشورى ملزمة وأن على الإمام أن يستشير أهل الشورى طبعا المعروفون بصفاتهم وضوابطهم طيب إذا كان الإمام العام ملزم باستشارة هؤلاء في القضايا العامة فمن باب أولى أن من دون الإمام العام وهذا يشمل كل مجتهد وكل عالم أن لا ينفرض في قضايا عامة أو في قضايا الشأن العام باجتهاد قد يؤدي إلى تفريق الكلمة سبحان الله فما ذكرت النوم من خلافات خلافات إذن أحد أمرين إما أننا بعودنا عن الشورى في قضايا كبرى وخالفناها إما أنه أصلا هو اجتهد في قضايا ليست محلشته في السياق ذاته دكتور قد يكون الاختلاف مستساغا أو مفهوما في حالة قوة المسلمين وعلو شوكتهم ظهور شوكتهم لكن هل لمفهوم الاختلاف معنا آخر أو مفهوما آخر في حالة استضعاف المسلمين ورمي الأمم الأخرى لهم عن قوس واحدة كما يحدث في زماننا هذا هذه الاختلاف في قضايا الشأن العام مرفوض قولا واحدا في كل زمان وكل حين أنا ما أنظر إلى أنه قد يكون أنه الأحوال الضعف قد تفتح باب للرخص والاجتهادات من هذا النوع لكن في الجملة أنا ما أنظر بهذا المنظار وإنما أنظر بمنظار قضايا غير قضايا الشأن العام وقضايا الشأن العام مثل ماذا قضايا الشأن العام؟ قضايا الشأن العام يعني لما نقول مثلا قضايا السلم والحرم قضايا السلم والحرم هذه قضية شأن عام لا تترك الاجتهاد أفراد قضايا الثورات الآن مثلا وجدنا ممن ينسبون إلى المهم يقولون هذه فتنة هل هي فتنة أن يثور شعب مضطهد على ظالم مستبد سارق يعني متآمر أعطى ولاءه لأعداء الأمة باع البلاد وبما فيها من خيرات وثروات لأعداء الأمة تآمر على الأمة عطل شرع الله هل الثورة على أمثال هؤلاء فتنة أولا هي واجب شرع حتى لو نتج عن هذه الثورة مقتلوا الملايين لا هذا في أمر آخر الفقهاء يضعون قيود الأصل عند الفقهاء أنه لا يخرج على حاكم مسلم هذا الأصل لكن أيضا وجدنا في حالات قالوا بجواز خروج في حالات قالوا بيوجوب الخروج في حالات حتى قالوا بانخلاع الحاكم الذي وضع على الأمة من خلاع تلقائه لكن مع ذلك في النوع الذي قالوا بجواز خروج عليه وضعوا ضوابط ووضعوا قيود ومنها مثلا أن لا يؤدي هذا الخور إلى مفسدة أكبر هذا ضمن دائرة الإجتهاد هذا لا شك يراعي المجتهد يقدره لكن هل يستطيع أن يراعيه فقيه واحد أو عالم واحد أم أنه لابد أن يرتع فيه إلى اجتهاد جماعي ومن هنا نقول أنه في قضايا الشأن العام وعندي الحقيقة نصوص عديدة يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن مرحلة ربما تشبه أو تشبهها هذه الأيام التي نعيش لما يقول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين قال وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الأمروء التافه يتكن في أمر العام إذن الخطورة أو الخلل من جانبي أنه هو أصلا تافه وللأسف الإعلام في زماننا بل يعني تسلط الأمم الأخرى علينا أوصلت كثيرين من هؤلاء التوافه أنهم أصبحوا يتصدرون ويتكلمون وربما وضعوا يعني حكاما على هذه الأمة تجد حكام لا يحسن أن يتكلم بكلمتهم طيب قال لك الأمروء هو تافه والأخطر من ذلك أنه يتكلم في أمر العام هذه القضايا لا تترك لأفراد فضلا على أن تترك لأمثال هؤلاء التافهين لما نجد في قول الله تعالى وإذا جاهم أمر من الأمن أو الخوف كلمة أمر هنا تشير إلى تعظيم الأمر ذي الشأن وإذا جاهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هذه طريقة المنافقين والدعاية والأعلام والتضليل وخيداع وللأسف الأمة تساق من حيث لا تدري وتشارك في هذه الدعاية هل هذا الطريق المرضي عند الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا طيب ما هو الطريق المرضي؟ قال ولو ردوه إلى الرسول في حال وجوده وإلى أولي الأمر إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو موجود؟ نرجع إلى أولي الأمر أولي الأمر هم الساسة الذين يحكونه في شرع الله فإن لم يوجدوا فهم العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال لعالمه إذا النتيجة حتمية لعالمه الذين يستنبطونه منهم إذا في علماء عندهم قدر على الاستنباط عندهم قدر على فهم بواطن الأمور وخفايا الأمور لا يعلمها أو لا يدركها أحد العلماء ذلك نحن نقول عن تجربة وتجربة مريرة الآن في زماننا ما نعانيه في بلادنا في سوريا أو في العراق أو في مصر أو في اليمن من تمزق وفوضى هذا سبب عدم وجود هذه المرجعية الشرعية الواحدة والتي هي بعبارة أخرى ثل من كبار العلماء ثل من العلماء الراسخين في العلم ثل من العلماء الربانين ينبغي أن ترجع إليهم الأمة لا ترجع الأمة إلى أبو فلان وأبو فلان لا يعرف من هو هذا الذي ضيعنا أخي الكريم ولا ترجع إلى علماء السوء الذين قال في يوم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق علي من لسان وما أكثرهم نعم لكن دكتور الاختلاف هو ظاهرة ثقافية في الحياة اليومية سواء لدى الأفراد أو العلماء بعدما نتج عن الاختلاف من دماء أريقات وأرواح أزهيقات النظرة إلى الاختلاف عند المسلم العام هل ينبغي أن تكون بأن المسلم ينبغي أن يعمل ما أمكن على جسر هوة الاختلاف والخلاف بين المسلمين أم ينبغي أن ينظر إليه كحقيقة واقعة ينبغي أن يؤقلم نفسه معها باختصار من فردي يعني أنا بهمني يا أخي الكريم أول شيء أن نرأي قضايا الشأن العام هذه لا يقبل فيها اجتهاد فردي لا بد أن يرجع فيها إلى كوكبة من خيرة علماء البلد هم الذين يجتهدون في هذه القضايا الكبرى تماما كما لو كان هناك من مسلم عنده وأهل الشورى يستشيرهم في هذه القضايا ولا ينفرد النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أمثلة في بدر وأعطانا أمثلة فيها وحضو غيرها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعليم للأمة وهو النبي الذي يوحى إليه ما تجاوزه رأي الصحابة رضي الله عنهم فأحنا نقول أخي الكريم في قضايا الشأن العام يجب أن نعلم العامة نلابد من الرجوع إلى ثلة من أهل العلم الثقات هم الذين يبينون ويفتون سواء في الثورات في الخروج على الحكام في عدم الخروج في مصالحات في حرب أو سلم هذه كلها ينبغي الرجوع فيها إلى هؤلاء الأمر الآخر في القضايا الأخرى في المسائل الأخرى الاختلاف أمر واقع ولو كان بالإمكان حمل الأمة على قول واحد أم ذا بواحد لا تم ذلك فأيام النبي عليه الصلاة والسلام لتم ذلك فأيام الراشدين رضي الله عنهم لتم ذلك يوم أن عرض هارون الرشيد على الإمام مالك أن يلزم الأمة بموطى الإمام مالك ولكنه مرفض المنصور أبو جافلي المنصور أول المهم ألا تستطيع أن تحمل الأمة على قول واحد أو فهم واحد هنا أقول أخي الكريم ينبغي أن نربي الناس أيضا وبالذات طلاب العلم وتلاميذ المشايخ على عدم التعصف أنا ما أرى مشكلة في الاختلاف لكن أرى مشكلة في التعصف الداء الذي حل في الأمة أخي الكريم وسبب وهذا سبحان الله تجد أنه متزامن مع حال الأمة مع واقع الأمة في أيام الفرقة والضعف تجد أن التعصف يزداد في أيام النجاح والفتوحات والإقبال تجد أن التعصف قليل أو يكاد يختفي فنحن نريد أخي الكريم أن نربي طلاب العلم بالدرجة الأولى وأهل العلم وتلاميذ المشايخ على نمذ التعصف وتقبل الرأي الآخر وإظاهرة حضارية في هذا أنت قلت إلى السؤال الأخير في الحلقة دكتور كيف يمكن فهم حالة العنف اللفظي والممارسي والفكري بين المسلمين الآن بالرغم من استهدافهم من قبل الأمم كما في حالها لا شك أخي الكريم فيه جهل وفيه تعصف وأعدائنا وحكامنا أيضا ربما استطاعوا يعني أن يمكنوا لأنفسهم بإغراق الأمة في قضايا الفرقة والنزاعات والخلافات وربما بيعني توجيه بعض التيارات ضد بعض أشغل هنا ببعضنا طيلة هذه المرحلة الماضية ذلك أنا أفترض أنه علامات النجاح أو بداية الصحوة الحقيقية أنه ما هي مواقفنا من بعضنا في الاجتهادات التي تحت من الاجتهادات طبعا في غير قضايا الشأن العام عندما نصل إلى مرحلة من ساعة الصدر وساعة يعني الأفق وتقبل الرأي الآخر فنحن على خير وعندي الحقيقة من الشواهد والأمثلة لهذا الشيء الكثير أن الصحابة على الأرض عنهم كيف كانت تقبلهم للرأي الآخر الأئمة المدائب كيف كانت تقبلهم للاجتهاد الآخر كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم الصحابة أنفسهم أخي الكريم لما يأتي أحد الصحابة يسأل ابن مسعود عن مسألة في الميراث يقول رأيه كذا وذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم أتني بقوله يعني هو يريد أن يستزيد علما يعني شوف ابن عباس ماذا يقول لعلي أوعد النظر في اجتهادي هذا حال الصحابة الأرض عنه تعالي للأئمة لما أبو حنيفة يقول هذا قولنا وهو أحسن ما قدرنا عليه وهو الصواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ لكن قال يحتمل الصواب الإمام الشافعي يتلقيه عن من سبقه الإمام الشافعي واحترامه لأبي حنيفة وهو ميت في قبره فتجد أنه النماذج الأولى الحقيقة كانت نماذج مشرقة اختلفوا لكنهم لم يتعصبوا إمام أحمد بن حنبل يقول خير من عبر الجسر إلى خراسان إسحاق بن راهوين يعني أشكرك مع ذرة أدركنا الوقت وأن سيكونوا في الحديث البقية في حلقات المقبلة إن شاء الله نعم في ختم هذه الحلقة لا يساعني إلى أن أشكر الدكتور أحمد سعيد حوى أستاذ الفقه وأصوله وشكرا لكم على طيب المتابعة في حراسة الله